في عقاب القبض على أيوب الخزان المواطن المغربي الذي حاول تنفيذ اعتداء في قطار فرنسي قبل بضعة أيام أربعة عشر شخصاً يعتقد أنهم جميعاً من أصل مغربي اعتقلوا بشكل متزامن في كل من سان مارتين دي لبيجر في ضواحي العاصمة الإسبانية مادريد وفي عدة مدن مغربية وهي فاس والدار البيضاء والنظور والحسيمة والعرائش في عملية مشتركة بشبهات تجنيد المقاتلين في صفوف التنظيم المسمى الدولة الإسلامية للمشاركة في عملياته العسكرية في العراق وفي سوريا حسب وزير الداخلية الإسبانية يجب أن نأخذ في الحسبان بأننا نواجه الإرهاب، الإرهاب الجهادي والإرهاب الدولي الذي ليس له مكان ثابت مكان اعتقال هؤلاء الناس مدلوله نسبي كل البلدان مهدد من هؤلاء الهمجيين لقد سبق أن قلنا إن ما يحدث ليس حربا دينية بل إنها حرب الهمجيين ضد كل الذين يقفون ضد قراءتهم للإسلام والتي لا علاقة لها بالإسلام الحقيقي تقارير إعلامية إسبانية تقول إن نحو 800 شخص من العائدين من سوريا والعراق تعتبرهم المؤسسات الأمنية الأوروبية متطرفين أقرب إلى الخلايا النائمة مستعدين لتنفيذ هجمات في أي لحظة